موسيقى صباح الخير مشاهدينا اليوم الثلاثة خمسة عشرين كانون الأول 2012 عيد الميلاد كل التهاني بهذا العيد الكريم لكل اللبنانيين والمشاهدين في هذا اليوم حلقة جديدة من برنامج الحدث تطل عليكم من قناة الجديد في بيروت في هذه الحلقة سنحاول أن نناقش كل الملفات التي تغرق بها الساحة اللبنانية بدءا من كلام رئيس الجمهورية اليوم في بكيركي وصولا إلى ملفات أخرى لا تزال حتى الساعة هي الملف الأساس في محور النقاش السياسي في لبنان ضيف في هذه الحلقة الصحافي والكاتب السياسي استثمير بنصور ورحبك استثمير في هذه الحلقة كما أشارت هناك الكثير من الملفات بحاجة لتوقف عنده بدءا من كلمة رئيس الجمهورية بعيدة الخلوة مع البطريارك الماروني الكاردينال ماربشارة بطروس الراعي إضافة إلى حديث بكيركي في الساعات الأخيرة قبل 24 ساعة البطريارك الراعي وفي رسالة الميلاد تحدث بشكل واضح عن قانون الانتخاب عن المرحلة المقبلة عن حكومة جديدة قوى 14 أذار وافقت على المشاركة في النقاش التشريعي من جديد بعد أن كانت أعلنت المقاطعة هناك الكثير من الملفات بحاجة لأن نتوقف عندها لأن ندقق في تفاصيل نقرأ في أبعاد هذه المواقف برحب فيك استيستمير عيدك أساسا اليوم في عيد الميلاد هذا العيد الذي عساه يكون خيرا يحل خير وسلام على لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة اسمح لي استيستمير أبن من بلش حوارنا ونقاش في كل هذه التفاصيل أن ننتقل إلى زميلة داليا أحمد التي توفينا بموجز لآخر وأهم التطورات على أن نبدأ حوارنا بعد ذلك أهلا بكم من جديد في بكركي يقام قداس في هذه الأثناء لمناسبة عيد الميلاد بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الذي عقد خلوة مع البطريار كالكاردينال بشار الراعي وتحدث عقب الخلوة عن ضرورة إجراء الحوار وقال إن تداول السلطة ضمن أي قانون أفضل من عدم إجراء الانتخابات النيابية فيجب مجيء كافة عضاء هيئة الحوار إلى هذا الحوار بسبعة كنون تاني الحوار أدى مهام كتير كبير إلى حديث هلأ بالفترة الماضية وكب المرحلة ما بين 2008 وال2010 بشكل جيد وكان الوضع في لبنان جيد والفترة التانية أدى الحوار إلى أمرين مهمين والأمر هو أعلان بعبدة وخاصة الحياد المطلب اللبناني اللي عمره شيء ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة وقر في هيئة الحوار عبر أعلان بعبدة هلأ مرات عبر يصير تجاوز هذا الأعلان من كل الأطراف لكن على الدولة اللبنانية رئيس الدولة والحكومة هي ملتزمة الزاميا بأعلان بعبدة وهذا شيء كتير مهم الأمر الثاني اللي تحقق كمان هو مطلب هو منقشة الاستراتيجية الدفاعية لجهد أين هو قرار استعمال السلاح والورقة تشير إلى وضع الأطر السليمي لتولي الدولة إقرار استعمال سلاح المقاومة للدفاع عن لبنان والاستفادة منه إذن مقاطعة الحوار ماذا يعني؟ بالماضي شفنا مقاطعة من أجل شهود الزور مفهمنا ليه؟ منقاطع الحوار من أجل شهود الزور اليوم نشوف مقاطعة من أجل إسقاط الحكومي كمان ما عم بفهم الرابط إذا كان الحوار هو جهاز هو هيئة وطنية مساعدة لاستثمام الوضع واستقرار الوضع في لبنان بالعكس إذا لدينا موقف مضاد للحكومة يجب يجب أن نأتي إلى الحوار بكل أحوال أنا أنتظر وأتمنى وأطلب من الجميع أن يعودوا إلى ضميرهم وما يخزلوا الشعب اللبناني إذا بيسألوا الشعب الشعب بده أنه يجو على هيئة الحوار ويجتمعوا ويتناقشوا ويناقشوا باللي بدون يه ما حدا مانع المناقشة بتمنى أن يجو بسبعة كنوة تانية وإذا ما يجو البدائل شو بدون بدون نلغي هاية الحوار بنلغيها شو قلولي شو المطلوب لكن أنا بعرف ما حدا بدو يلغي هاية الحوار لكن هالمواقف المؤقتة عبدا يعلنا فرص الاستقرار بالوطن مش أنا مع الدستور والمواسيق الدولية هي مع إجراء الانتخابات هذا أمر مفروغ منه أنا أفضل مئة مرة القانون النسبي اللي تقدمت فيه الحكومة ولطالما مجلس النواب سيد نفسه يتفضل يناقش هذا القانون ويعمل التعديل اللي بده يعله بشكل يريح أو يجاوب على كافة الهواجس ولكن إذا لم يتم إقرار قانون ما معناته من نتهرب من إقرار قانون جديد لحتى نلغي الانتخابات إذا كان قانون الستين سيء هو أنتج هذا المجلس فكيف نمدد لمجلس أنتجوا قانون نحن ما راضين عنه إذن لا بضل ساعتها تداول السلطة حتى ضمن أي قانون هو أفضل من عدم إجراء الانتخابات نكتفي بهذا القدر من الموجز وننتقل إلى بكركي للاستماع إلى كلمة البطيرة الكاردينال ماربشار بطرس الراعي في قداس الميلاد ومع كل إنسان وشعب وجماعة في مختلف ظروف حياتهم إنه الكلمة التي تعلن حقيقة مطلقة وترى واقعا حياتيا وتختبر لقاءا محييا وتنقل خبرا مفرحا وتحفظ في القلوب ثقافة ملهمة هذه الكلمة الإلهية تعطي قيمة لكلمتنا نحن البشر بحيث تصبح كلمتنا في ضوئها صادقة واضحة لا لبس فيها على ما قال الرب يسوع لتكن كلمتكم نعم نعم أو لا لا وبمقدار ما تكون هكذا كلمتنا بمقدار ذلك تولد الثقة وتكون فاعلة في نفوس المتحاورين يقول الله على لسان آشعي النبي كما ينزل المطر والسلج من السماء ولا يرجع إلى هناك من دون أن يروي الأرض ويجعلها تنبط وتثمر فكذلك تكون الكلمة التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تتم ما شئت وتنجح فيما أرسلتها له الميلاد هو ذروة الحوار بين الله والبشر وتدشين للحوار ودعوة لالتزامه من دون أي خوف لا تخافوا قال الملاك للرعاة سمعنا في الرسالة إلى العبرانيين أن الله كلم الآباء قديما في الأنبياء مرات كثيرة وبأنواع شتى وفي آخر هذه الأيام كلمنا في الإبن الذي أنشأ به العالمين وهو شعاع مجده وسورة جوهره وضابط الكل بكلمة قدرته لقد قال الله للعالم بالمسيح الكلمة كل شيء ويدعو الجميع للحوار معه وفيما بينهم على هجي نور الكلمة الإلهية فإنها تكتنز كل حقيقة الله والإنسان والتاريخ وبهذه الحقيقة المطلقة تستنير كل الحقائق النسبية في حياتنا الزمنية والعامة ولما أرسل المسيح روحه القدوس من لدن الآب قال الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم هذا الروح القدس المعلم والمذكر هو ضمانة نجاح كل حوار إن الشعب اللبناني ينتظر من المسؤولين السياسيين حل عقدة الانقسام والجلوس إلى مائدة التحاور بنية البلوغ إلى الحقيقة الوطنية الجامعة والمحررة فينفتح أمامهم الباب لإجراء الاستحقاقات الراهنة من دون ربطها بأي رهان خارجي ولمواجهة التحديات المفروضة علينا محلياً وإقليمياً ودولياً ونقول لهم من وهج الميلاد وكلام الملاك لا تخافوا لا تخافوا من أي تضحية يكلفكم إياها هذا الحوار الوطني ومقرراته الشافية التي تتفقون عليها فالأوطان لا تبنى إلا على صخرة التضحيات من جانب المؤتمنين على خدمة الخير العام خير المواطن خير كل مواطن وخير المجتمع والدولة كتب قداسة البابا في الإرشاد الرسولي الكنيسة في الشرق الأوسط شركة وشهادة قال كلمة الله هي لنا نحن مسيحي لبنان والشرق الأوسط الروح والمصدر للشركة التي نبني بها وحدتنا مع إخوتنا ومواطنين هي الروح والمصدر للشهادة فيما نقوم به من خدمة للإنسان والمجتمع والوطن الكنيسة نفسها مؤسسة على كلمة الله وتولد من كلمة الله وتعيش منها وتغتذي لذلك سماها بولوس الرسول الكنيسة عمود الحق وأساسه والمؤمنون من آبائنا وأجدادنا وجدوا دوماً على مدى تاريخهم في كلمة الله نوراً لسبيلهم وكبروا كجماعة وتوسعوا وانتشروا بسماع الكلمة ودرسها والاحتفال بها أسرارياً وليتورجياً وما إسراركم فخامة الرئيس على الحوار وعلى الدعوة الملحة والمتكررة إليه إلا لأنكم تؤمنون بقيمة الكلمة التي ينطق بها المتكلمون إذا ما خرجت من قلوبهم مستندة إلى خبرتهم وسعة معرفتهم كاشفة عن حقيقة أفكارهم وتطلعاتهم هادفة للتواصل مع الآخرين بحثاً عن الحقيقة الوطنية الصافية التي لا يستطيع أحد أن يدعي ملكيتها في شموليتها ومضمونها ونتائجها يعلم قداسة البابا بنيديكتوس في الإرشاد الرسولي كلمة الرب أن الكلمة الإلهية تنير الوجود الإنساني وتدعو ضمير كل واحد لإعادة النظر بالعمق في حياته الخاصة لأن كل تاريخ البشر يقول البابا كل تاريخ البشر خاضع لحكم الله وتدعونا كلمته لنعطي كل لحظة من حياتنا قيمتها ونعيشها بملئها لعلمنا أننا سنؤدي حسابا عنها ويواصل الأبو الأقدس هذه الكلمة الإلهية تدفع بالإنسان إلى إقامة علاقات مع الغير على أساس من الاستقامة والعدل وإلى بذل كل جهد لجعل العالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية وهي إياها كلمة الله تندد بالظلم وتعزز التضامن والمساواة كما أنها تلهم عمل الملتزمين في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة سعيا إلى توفير الخير العام باحترام كرامة كل الأشخاص وتعزيزها انتهى كلام البابا مع ميلاد المسيح الكلمة بدأ في العالم زمن جديد عمره ألف سنة زمن قائم على الحوار والشاركة والمحبة على المستوى العامودي مع الله وعلى المستوى الأفقي مع جميع الناس هنا تكمن ميزة لبنان ورسالته في محيطه فقد قرر اللبنانيون بميثاق وطني أن يعيشوا معا مسيحيين ومسلمين بتكامل إنساني وتفاعل ثقافي واغتناء متبادل في هويتهم اللبنانية وبالمشاركة المتساوية والمتوازنة في الحكم والإدارة فكانوا رواد النهضة الثقافية والفكرية ورواد الديمقراطية والحداثة في محيطهم الشرق أوسطي واليوم اللبنانيون إياهم مدعوون ليكونوا في هذا الشرق الأوسط عنصر سلام واستقرار ودعاة حوار وتفاهم ومصالح متضامنين مع قضايا شعوب المنطقة في كل ما يتعلق بالعدالة والسلام والترقي والخير العام ومساهمين فيها بالطرق السلمية بعيداً عن وسائل العنف والحرب هذا هو نداء ميلاد المسيح الرب وهذه هي أمنياتنا نستودعه إياها هو أمير الحقيقة والمحبة والسلام ولد المسيح الليل نؤمن بإله واحد آية من قابل من قابل بإله بإله حسنا الله ويرق ما يفعل بإله ابن الله رحيم المغلو بالآب وقرأ كل جهور إله من قل مور من نور إله من قل موضوع بالآب مغلو مساهم للآب سنجرب الذي به كان كل شيء الذي من أجل اشتركوا في القناة 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 نعيشها وذكرتنا بالأمل كنا نحكي عنه بمطلع الحديث أنه اللبناني استمر بالحياة بفضل هذا العزم وهذه الإرادة اللي خلته يتجاوز كل المحطات الصعبة طبقة السياسية مدانة إذا تقتصر التهدئة بخطابة السياسية على فترة العياد طبيعة الحالة يعني يجب يجب تعميم هذه نموذج اللي قطع علينا بالأسبوع قطعا بدون شك وبعدين اللبناني اللي بيها الإقبال على الحياة عم بيقلك أنه يعطيني لحد الأدنى من الأمان والاستقرار وتركني أنا أشتغل ربما هي سياسة مغابت يعني كانت لتزال مواقف قائمة والتصعيد قائم ولكن تحت سقف معين هيك مفروض هيك مفروض بأي جهة أنتما مفترض يحط بزهنه لما يكون عم بيعبر عن مواقف معينة إلى أي مدى هذه المواقف يمكن أن تؤثر بالناس التصعيد إلى أي مدى يمكن أن ينتج تعبئة وشحن آلة إلى ما قالت إليه الأمور في بعض المحطات الصعبة فإذا التهدئة إذا كانت ممكنة بفترة العياد فهي ممكنة بالتأكيد يجب أن تسري في المرحلة اللاحقة على كل حال بعضها العياد مستمرة وبعد قدامنا عيد الميلاد أن الطائفة الأرمانية في المرحلة المقبرة في ستة كانون على أمل أن يسري هذا هذا الهدوء شيئا فشيئا وراء السنة كمان إن شاء الله أمل جديد أمل جديد هذه الحلوة بالفترة العياد والأنغام الرائعة الميلادية هي أنها تجدد الأمل تجدد الأمل وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل بشيء بالعودة إلى السياسة اليوم بعد خلوة مع البطريارك الماروني الكاردينال ماربشار أبطروس الراعي كان لرئيس الجمهورية العماد مشيل سليمان سلسلة من المواقف لم تغيب السياسة عنها خلوة ميلادية كانت نتائجها أو على الأقل الخطب الذي تلى هذه الخلوة سياسي بامتياز كان هناك كلام لرئيس الجمهورية عن موضوع الحوار كلام واضح وموجه يجب أن يذهب الأفريقاء إلى الحوار ومن يرغب بمقاطعة هذا الحوار فليعطي البديل هذا الموقف عند رئيس الجمهورية الحقيقة استاذ مالك منه جديد رئيس الجمهورية من الأساس أخذ خيار الدعوة إلى الحوار وكان دايما يعمل مثل ما عامل اليوم يستتبع دعوته بسؤال كل الأطراف عن البديل من الحوار هلأ التناوبوا على تعطيل الحوار طرفي النزاع السياسي وحددوا في السابق يعطل هذا الحوار بسبب شهود الزور وما فهمنا شو الرابط واليوم يعطل هذا الحوار بسبب ربطا باستقالة الحكومة مش فهمين لأين الرابط في الموضوع الحالتين استاذ مالك تعطيل الحوار أمر غير مقبول وغير مبرر أي مشكلة ما بتنتهي إلى حل ما 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 بتروح لحل إذا كان فيه قطيعة هذا الشيء اللي عم يشتغل عليه رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة نجيب مئاتي ومعهما رئيس آآ 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 جابة النضال الوطني ولي جمهوري جمهوري بالنهاية الخيار الوحيد عند كل الناس بطبيعة الحال والحوار العودة هناك طيب في طرف عم بيقول أنه أنا أتمنى تنفيذ ما تطفق عليه وما سيتطفق عليه هذا أمر طبيعي حقه وحق يعني الطرفين حقهم يطالبوا بالتنفيذ ما زيل هني قاعدوا على طاولة الحوار وهني اللي قرروا تفعل ما تقرر ولكن هذا لا يعني مقاطعة الحوار من أي جهة أتت بالماضي من 8 واليوم من 14 بدي أسأل أكثر عن هذه المقاطعة ومن يمنع هذه المقاطعة هو قرار شخصي أم قرار داخلي أم حتى قرار أكبر من اللبنانيين بس أسمح لي قبل أن نكمل حوارنا أن أنتقل مجددا إلى بكركي زميلة نانسي السبع موجودة فوق واكبة الخلوة التي عقدها رئيس الجمهورية مع البطريارك الراعي وكذلك الانتقال إلى الصرح البطرياركي وأعظت البطريارك الراعي في القداس قداس الميلاد لتضعنا في الصورة ما لم يظهر على الكاميرا نانسي صباح الخير نعم صباح الخير مالك صباح الخير استثمير بداية بعيدكم بعيد الميلاد المجيد وكما ذكرت يعني كان هناك شكرا كان هناك خلوة بين الرئيس العماد ميشيل سليمان والبطريارك ماربشار بوتروس الراعي هذه الخلوة دامت كرابة ثلاثة أربع الساعة ومن بعدها خرج الرئيس ليعطي تصريحا ركز فيه على أبرز الأمور المطروحة في البلاد مما يتعلق بالحوار وأيضا قانون الانتخاب حتى أن البطريارك الراعي أثنى في غزته على تشديد الرئيس ودعوته الدائمة كل الأطراف إلى العودة إلى هيئة الحوار الوطني التي يعني مجددا ذكر بموعدها في السابع من الشهر المقبل ودع كل الأطراف إلى حضور على هذه الطاولة وإلا إيجاد البديل أيضا يعني في القداس يبدو لافتا بأن الحضور يتركز لسيما الحضور الرسمي على وزراء رئيس الجمهورية سواء وزير الداخلية المحسوب على رئيس الجمهورية مروان شرب الأم وزير الدولة ناظم الخوري إضافة إلى بعض النواب والوزراء السابقين أيضا أشير مالك بأنه بعد انتهاء هذا القداس قداس العيد سيكون هناك استقبالات هنا في بكركي من المفترض أن يشارك في جزء منها رئيس الجمهورية يتقبل التهاني إلى جانب البطريارك الراعي على أن ينتهي هذا النهار لكن هناك استقبالات للعيد في الأيام المقبلة لتقبل التهاني في هذا العيد أبرز سمات هذا العيد هنا في بكركي كانت كما ذكرنا التشديد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار عودة كل الأفريقاء وعلى ضرورة احترام المواثيك الدستورية لسيما الانتخابات في موعدها مالك ننسي السابع مباشرة من الصرح البطرياركي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات السي سامير بدأ أرجع لموضوع اللي كنا نحك فيه لهو العودة إلى طاولة الحوار في السابق كان هناك في مرحلة من المراحل قرار بالمقاطعة قررته 14 أذار أو تحديدا فريق من 14 أذار لهو تيار المستقبل يومها وأبل هذه المقاطعة اللي هي عن موضوع استقالة الحكومة في مرحلة سابقة كان هناك قرار بالمقاطعة فجأة لما طلع موقف للملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بدعم طاولة الحوار رجعنا شفنا الأفريقاء عدينا طاولة الحوار اليوم ماذا يمكن أن يعيد الأفريقاء إلى طاولة الحوار عم تقول السيد مالك أنه إذا سعودية قررت أنه يكون في حوار فريق 14 أذار وتحديدا تيار المستقبل يعني يسير أو يتجاوب مع هكذا طلب ويأتي إلى طاولة الحوار هذا شي صار بمرحلة سابقة بدون شك أنه في تناغم بين الموقف السعودي وبين موقف قوى 14 أذار وتيار المستقبل تحديدا كما أن هناك تناهم بين قوى 8 أذار وفريق أساسي فيها مع سوريا بمراحل متعددة ما حدا بيقدر ينكر أنه بالفترة الأيام العادية لما كان فيه إذا كان فيه اعتراض سوريا سعودي على حوار الطرفين قادرين أنه يعطلوا فمش سر أنه بلبنان كل طرف عنده امتداد وعنده علاقات وبتأثر به بجوء قليمي معين وبرأيي مع تأكيد أهمية العلاقات الحزبية والسياسية والإنسانية واللي بدك إياها بس هذا ما هو دليل عافية أن الحوار في لبنان يكون خاضع لضغط من هذه الجهة أو تلقياج بس يوم ماذا يمكن أن يعيد الأفريقاء إلى طاولة الحوار يوم بعدما الكل أدل بدل وقرر المقاطعة ماذا يمكن أن يعيدها؟ تقدر على المستوى المحلي بفتكر قرار ذاتي إذا كان الأطراف اتفقوا على معاودة جلسات الحوار ما في أي جهة أقليمية تقدر تمنعهم ما رح تمنعهم بالقوة حتى إذا جربت أي جهة أقليمية تخربت الحوار إذا ما بدأي الإصرار على الحوار ما بيقدر يمنع اللبنانيين أن يتفقوا حول نقطة معينة أنا أقول لك أنا أقول لك أرار ذاتي أرار ذاتي نعم في شيء اسمه أرار ذاتي بلبناني؟ مفترض هيك على الأقل مفترض شيء اللي صير على الأرض شو؟ لا هلأ إذا بتقلي عمل لك بدي أفترض أنه في قرار قليمي سعودي أو سوري أو مصر لا بيغضوا نظر عن الطرف أنا عم بحكي بشكل عام حضرتك عملت خريطة أنه هذا الفريق مرتبط بهذه الجهة المعينة ما قلت مرتبط قلت في علاقة علاقة والفريق الآخر يعني بنهاية امتدادات لكل اللبنانيين صح بغض النظر عن أي طرف على مستوى الحوار هذا ليس دليل عافي إذا كان في جهة إقليمية ضد معاودة الحوار ضد استقناف البحث على طاولة الحوار واللبنانيين أصروا هذه الجهة ما بتقدر تجيب عسكر تمنعهم من الوصول للأسر الجمهوري للمشاركة في طاولة الحوار أنا بقل لك هل أدى أرار السياسيين من لبنان لا لا مش هل أدى إذا بدنا نكون واقعيين فينا نقول أن الأطراف الإقليمية التي تحول دون انعقاد طاولة الحوار إذا ما عقدت لاحقا تستطيع في مكان ما أن تحول دون تنفيذ ما تطفق عليه مثلا في مثل أخذ جدل كتير هو مسلحين تابعين لطرف معين فلسطيني جبه الشعبية المعروفة بعلاقة مميزة جدا 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 مع النظام في سوريا طبعا إذا بدك تحكي بموضوع معسكرات تابعين لهذه الجهة أو تلك لهذه الجهة تحديدا بدك تكون على على توافق مع الجانب السوري وعلى تعاون مطلق مع الجانب السوري بهذا المعنى إذا إذا فيه نقطة معينة تصير حساسية سورية في الحوار طبيعة الحال يعني فيه تأثير سوري على تنفيذ ما تطفق عليه كما أن هناك من الممكن أن يكون هناك تأثير سعودي تأثير أمريكي تأثير مصري بدك يا بس بالآخر ما بقول أنه القرار اللبناني مستقل بالمطلق بس بقول إذا اللبنانيين باستفافات باستفافات سياسية أرروا يكونوا مستقلين بقرار وإحرار بيقدروا بسادي إذا شرطية مزوط إذا شرطية إذا الواحد أرر إذا أرر أن يكون مستقل وحر بقراره بيقدر يعمل كتير ووقت اللي بيكون التعطيل أكبر منه بساعتها ما بيكون مدان أمام الناس بالآخر الطرفين مطالبان بالعودة إلى طاولة الحوار وبجدول أعمال واضح إذا كان الاستراتيجية الدفاعية هي البند الوحيد على طاولة الحوار السيد مالك يفترض أن رئيس جمهورية الذي كان سباقا في تقديم تصوره في استراتيجية دفاعية بآخر جلسة أنه يطلب من سائر الأطراف كل واحد يجيب تصوره ويخلصه إلى تصور ما وبعدها فلنشهر بمن يعطل فلنشهر بمن يعطل تقريبا غالبية الأفريقاء صاروا معدمين استراتيجيتهم الدفاعية في طاولة الحوار هذا دليل عافية يمكن المعنى مباشرة لهو حزب الله المقاومة يمكن تكون له المشروع الأكثر تأثيرا فليكن يفترض أن يكون في مشروع ما بالآخر موحد تنتجه طاولة الحوار بعد ما أدموا استراتيجيتهم الدفاعية مفترض يمكن ناطرين الآخرين لحتى يقدموا لا يوجد شيء بالمحاصلة يقول رئيس الجمهورية من لا يرغب في الذهاب إلى طاولة الحوار فليعطيني البديل إذا تروح لعند رئيس الجمهورية من شهرين ومن ثلاثة ومن أربع وتروح بعد سنة يجاوبك نفس الشيء ومعوحة شور بديل ماذا يمكن أن يكون البديل تصعيد فتصعيد فتعبئة فانفجار في الشارع كما حصل في بعض المحطات وبالنهاية رح يرجعوا على طاولة الحوار كلنا متذكر سنة 2008 لما راحوا على الضوحة طيب إذا كان بالنهاية الكل مسلم بأنه لا خيار أمام أي طرف إلا العودة إلى الحوار فليكن ذلك بأقل خسائر ممكنة والناس ما عادت يعني سازجي لدرجة أنه سياسيين بيعوها مواقف لعله هالجور الأعياد اللي عم نعيشه بيدفعنا نكون أكثر فأكثر وجدانيين وصريحين مع الناس ما حدا بيقدر بقى يبيع الناس مواقف تصعيدية أو مواقف للاستهلاك المواطن بدوا شوية كهرباء شوية نظام شوية سير شوية وبالتأكيد الكثير الكثير من الأمان حرام حرام استاذ مالك فيه فيه أنا ما بسمح نفسي أعطي أرقام ما تأكدت من دقتها من مصادر محايدة بس اللبناني صامت بقوة العزم والإصرار على الحياة فيه فيه مؤسسات فيه أشخاص فيه فقرة فيه أغنية المعاناة واحدة وإن بنسب مختلفة حرام رحمة بهذا البلد أنه تستمر الأمور على ما هي خطاب يمنع سياحة أو قطع طريق يمنع لبناني يرجع حدثك برد تعرف أنه فيه لبنانيين امتنعوا عن المجيء ما عميجوا على الأعياد لأنه خايفين يعلقوا هوني بتسير ربما من تطور ما وحلنا بقى يعني نحترم عقول الناس ونتصرف على أساس مصالح الناس هلأ بتكتر قبل الانتخابات الخطب الكاريكاتورية عند المرشحين ولو أسائل كتل بس المواطن كمان من الوعي بمكان أنه صار يفرق بين الخطب الرنانة وبان الإنجازات على الأرض بس ما نظاهر هذا الشيء على الأرض عند أول مفترق طرق عم نشوف المواطنين يفترض أن يعبر عن ذلك عم بيقتلوا بعض ونشوف الإشكالات من منطقة الأخرى كيف عم تتنقل هذا يعبر عن وعي لدى المواطن من أي ناحية عفوا هذا شيء كتير مهم اللي عم نقوله واللي عم تفضل فيه أنه طبقة السياسية اليوم طبقة السياسية برأي حاضر تجنوال عم ترتفع فيها حدة الخطبات بس المواطن عنده من الوعي ما يكفي ليميز هذا الموضوع بس اللي ظاهر على الأرض لا يوحي بأنه في وعي أنا عم أقول يجب أن نحترم عقول الناس والمواطن اللبناني أدم مرأ بتجارب مرة صار عنده من الوعي أنه صار يميز بين الخطاب الاستهلاكي وبين العمل والخطوة العملية على الأرض ويفترض أن يعبر عن ذلك أكثر فأكثر في محطة مفصلية هي الانتخابات وإذا كان أعاد إنتاج هذه الطبقة السياسية ذاتها فليس أمامنا سوى القول كما تكونون يولى عليكم بكل أسف مش هيداً اللي رح يصير بالانتخابات إن شاء الله مش هيداً بيصير إن شاء الله بيصير تغيير إن شاء الله الناس بتعطي المرشحين المستقلين والمحايدين والناس من بلا فيه مستقلين وفيه محايدين خلافاً لما يقولوا كثيرون إنه ما في مستقلين وما في يعني أحد رؤساء الكتل زيتي يوم قال إنه المستقل برسم البايع مش صحيح أنا بسمح لنفسي آخر تجربة مرح عدد مؤسسات وأشخاص وكذا آخر مرحلة انفجار الأشرفية اللي استهدف اللواء الشعيد وسامي الحسن برزت هيئات مجتمع مدني كلها مستقلين وبفتكر اسم مثل ملحم خلف مش بحاجة لدعاية أنا شخصيا ما بعرفه صحيح اللي بتهتم بأرواح الناس زياد عقل كمان هادي ناس مستقلين وهادي ناس يفترض إنه نحترم عقولهم متل ما نحترم عقول أبسط الناس اليوم على كل حال كل التحية اليوم اليوم الشخصين ما تشرفت بحب تعرف عليهم ما بعرفهم أنا أنا إنما إنما اللي عم أقوله سيد مالك مش صحيح إنه لبنان يختصر بـ 8 و بـ 14 اللي عم بيقوله وليد جمبلات بهذا المعنى وإن شاء الله يتابع فيه بس اللي عم يقول وليد جمبلات إنه 8 و 14 عم يلغوا الوسطية مزبوط مزبوط الوسطية شو يعني أو على الأقل المستقلين حبيبي تكون نحاز للبلد لما يكون فيه شغلة وطنية تنحاز للوطن بس لما يقول وليد جمبلات بين شخصين على زعام الطيف أنت حقا تكون مستقل كان عم يقوله النائب وليد جمبلات أيضا أخطر من فكرة إنه فيه فيه حالة وسطية وفيه حالة مستئلة كان عم يقول إنه هؤلاء هؤلاء حالة مدمرة لهذه الوسطية وهذه الحالة حالة لا مش مدمرة فيه تكتل وسط أساسي اليوم هو اللي مشكل بيضة البان في مجلس وزراء يمثله رئيس سليمان ورئيس مئاتي والاستاذ وليد جمبلات النائب وليد جمبلات خايف علالة هيدا التكتل خايف على هيدا الوسط عم يقول إن شاء الله وليد داك يكفي فيه أولا وتانيا وجوده وإصراره مع الرئيسان سليمان ومئاتي بممكن يخلق قتلة وسطية وأي رئيس كتلة أو رئيس ليحة كمان بيقدر من خلال الانتخابات المقبلة إنه يعزز هذا النهج بالتعاون مع ناس وسطيين مع ناس مستقلين مش ضروري يكون يعني تحت مظلة هذا الطرف عوزاك تيكون بجنوب بالشمال بالجبل بالبقع بالعاصمة وينما كان فيه مستقلين فيه محايدين فيه ناس محترمين على كل حال سأبحث أكثر في هذا الموضوع وموضوع قانون الانتخاب بس لننهي ملف الحوار سبعة كانون تاني موعد لجلسة الحوار المقبلة برأي حضرتك سيكون في جلسة بعيدا عن الأمل شوف اليوم المعطيات على الأرض توحي بجلسة للحوار في سبعة كانون تاني المسافة ما عادت طويلة من اليوم لسبعة كانون تاني فيه أقل من أسبوعين مشاك الأسباب التي حالت دون انعقاد الجلسة السابقة لا تزال قائمة إذا نكونوا واقعيين إذا رئيس جمهورية يقدر يقنع الأطراف المصرغين على المقاطعة بأعطاء تعهد بتنفيذ ما تطفق عليه في جلسات سابقة فليكن ليش لك مطلب العودة للحوار أو بالأحرى المطالب للعودة إلى الحوار مش بس تنفيذ ما تطفق عليه في المرحلة السابقة مطلوب استقالة هذه الحكومة هذا موقف سياسي وحركة اعتراضية على الحكومة اللي فيه طرف أساسي كمان بالبلد اللي هو الأكثرية السابقة بيعتبر أنه انتزعت منه هذه الأكثرية وتعرض لما يسميه انقلاب هذا موقف سياسي طبيعي أنه يكون معارض للحكومة بيجعوا عنه أصلا ليش لا ما بيشاركوا بطاولة الحوار يصبحوا فريق 14 أدار موالي للحكومة إذا مجلس النواب وقفوا التشريع فيه لأنه ما وقفوا قالوا أي شيء له علاقة بأنون الانتخاب ما رح نقاطع نحن موقف نحن موقف هلأ مبارح 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 يخشي بتاعكم عن نتائج يمكن كانوا من أوروطا يوصلوا لهون بس بالنهاية هذا جو غير صحي وغير طبيعي الحوار ما لازم يكون فيه أمامه فيه ناس ستوضف وفيه ناس ستشهد اللي بيحكي عن وضع أمن ما فيك تتجاهله إنما الموقف خلاصة الموقف شيء جيد كان أنه ما زال عم نحكي بقانون الانتخاب هذا شيء لا يعني الحكومة وحدة فنحن رح نشارك هذا الشغلة شغلة جيدة يفترض أن يشجع على رئيس بره يبني على هذا الموقف بس ما هو البناء على هذا الموقف دونه أيضا عقبات يعني اليوم إذا افترضنا أو بالأحراء إذا كنا متفائلين لدرجة أننا اعتبرنا أن بالأمس ذللت العقبات أمام قانون الانتخاب وأصبح قانون الانتخاب موضوعا على نارا حامية بالأمس قرار العودة إلى النقاش يضع قانون الانتخاب على نار حامية أنت أكيد أنه على نار حامية؟ على الأليلة قيد البحث حكي مواقف رح أبحث بقانون الانتخاب بس هذا الموضوع تحديدا موضوع قرار عودة البحث في قانون الانتخاب حتى بقلبه كان في شرط مبارح أنه نحنا قبل كل شي غير الشروط الأمنية اللي بحكما بدوا يحترمى الإنسان لما بيكون فيها جس أمنة الفريق الآخر عم بعطل تسمع للفريق الآخر بيقلك هن معطلين لأنه ما بدون قانون الانتخاب كيف بدون يتفقوا عنه الانتخاب وهن عم يخونوا بعض بهالموضوع تعرف أستاذ مالك يمكن مش لازم نستعيد هذه المرحلة بالتذكير أنه اللبنانيين للأسف تعودوا دايما على على تدخل خارجي يملي بالنهاية تكون له الكلم الفصل ويملي الحل الذي يريد وقد أملى هذه الحلول التي أراد في محطات سابقة وكانت أحيانا كارثية ولكن كانت تخرج بلاد من مشكلة اليوم مفترض اللبنانيين يتعودوا أنه هن دولة مستقلة زاد سيادي ويتصرفوا على هذا الأساس للأسف الشديد كتار مش عم يتعودوا كتار مش عم يتعودوا مفترض الخلاف حول قانون للانتخاب واللي هو دليل صحة دليل صحة ودليل عافي أنه يكون فيه وجهة نظر بس لا يعني عدم التوصل إلى قانون موحد أنه نكون عم عم نلعب بلياردو نصوب على القانون تنلغي الانتخابات هذه شيئة خطيرة وعيش جمهورية بكلامه كان واضح اليوم المحال أنه بمعناه أنه الانتخابات بالتأكيد أفضل من الانتخابات وبأي أنصف في مثل هكذا بسيط وطريف إذا بدك إذا اختلفنا على قانون السير نطفي الإشارات ونمشي مثل ما بدنا رئيسة ما أو نوقف السير رئيسة ما نتفق على قانون رئيسة ما نتفق على قانون بدنا نمشي مثل ما صار بال2008 على قانون ستين رح أحكي عن قانون ستين مع شوية تجميل مع شوية تلطيف من لحق حتى نعمل تجميل ما بعرف في دايحك عن هالوضوع بس إذا ما نجمل هذا القانون رح نلحق نعمل قانون جديد قبل ما نفوت بتفصيل قانون الانتخاب فكرة النار الحامية لما قالت نار حامية أنت شككت لا أنه ما في شيء لا أنا ما نشايف حدا مستعجل وزير الداخلية وزير الداخلية مروان شربل بطيبته وعفويته قال بيحكوني شيء وبيحكوني شيء وبيعملوا شيء تاني وقال وليد جنبلاط وحده وليد جنبلاط كان صريح قال له ما تتعب حالك هاي النسبية برح تمشي لأنه مش لأنه وليد جنبلاط ضد النسبية لأنه كمال جنبلاط أول ما انطلب بالنسبية بالبرنامج لمرحلة للحركة الوطنية عام 76 وهي جنبلاط ما حدا بيقدر حدا يزايد على حزبه بهاي المسألة إنما في عوامل في سلة من الخطوات التي يمكن أن تواكب اعتماد النسبية لم تتخذ بعد بالآخر ما عم نفهم كل الطرف شو بده الناس بتصوب على القانون الناس بتصوب على الانتخابات وكله مع الأسف الشديد يا استاذ مالك مع الأسف الشديد كله مش لأنه ابن كسروان شو بده هالقانون بينفعوا أو هما بينفعوا أو ابن الجبل أو ابن الجنوب أو ابن البقع أو ابن العاصمة جدوا قراءة المختلفة بس على حسابات كل واحد حطت قدامه قلم ورقة أو أو قليل حاسبه وعم بشوف هون شو بيطلع لي وهون بتوفي معي وهون ما بتوفي معي هيدا منطق تجاري منطق نفعي منطق شخصي منطق حسابات ما إلا علاقة بالمواطن لا من قريب ولا من بعيد بس هذا الشي رح يطبق بحزيران أنه هذه الحسابات رح تصير بحزيران نتيجة الانتخابات رح تصير بحزيران إن شاء الله تصير بانتخابات بطبيعة الحال إجراء الانتخابات على أنون الستين أقل سوءا من عدم إجراء أقل سوءا في السياسة تأجيل الانتخابات شو هو ضرره وإقامة بانون الستين شو هو ضرره شوف أولا بالسياسة تأجيل الانتخابات دليل أنه البلد منه معافة ومنه مستقر هلأ رغم كل الأجواء الضغط على المحيطة بالبنان ومنطقة لطبيعة الحال ما في شيء بيلغي إجراء انتخابات هلأ في بعض مناطق التي شهدت توترات بعدها تحت السيطرة وبعدها لما يتخذ قرار جدة مثل ما صار مؤخرا بطرابلوس على المنطقة باب التباني جبل المحسن ما تتخذ قرار جدة كل شيء بيوقف انت الله يديمه إن شاء الله أكيد لأنه طرابلوس مش هيك طرابلوس مش مثل ما عم بيحاولوا بعض السياسيين ينعطوها بأوصاف معيبة طرابلوس بغالبيتها الصحة مش هي الصورة اللي عم بيجربوا يعطوها يعطوها بعض السياسيين لغايات وأهداف مختلفة بفتكر يعني عدم إجراء الانتخابات نتائجه وارتداداته أسوأ بكتير من إجراءها حسب قانون قديم ونحتفظ بطموحنا دايما لقانون جديد للانتخابات وفعلا يضمن حسن التمثيل والنسبية هي لا تزال كانت ولا تزال هي الأكثر إنصافا وعدلا لأنه ما بيصير واحد ياخد 49 جهة أو لايحة سموها ليستا لايحة تاخد 49% من الأصوات وصفر من المقاعد ما بيصير واحد ياخد 51% من الأصوات ياخد 100% من المقاعد هذه النسبية بكل بساطة هذه هي بالنسبة للنسبة ولكن تطبيقها بحاجة لإجراءات ما نترك حالنا لآخر بس اليوم على سبيل المثال للحصر اليوم عم نحكي أنه الوضع بيسمح بإجراء انتخابات ما في شي بيحول إن شاء الله بيضل يسمح بالتأكيد اليوم صندوق مثل صندوق التباني وجبل محسن بوضع حالي مثل اليوم هذا الهدوء اللي هو هلأ ماشي المعروف جغرافيا أنه جبل محسن وتباني هنا منطقة واحدة ألم انتخاب واحد صندوق واحد حينسوا العالم أنه هذه المنطقة اللي اسمها بعل محسن جبل محسن هذه جزء من عاصمة ثاني في لبنان اسمها ترابلوس صحيح ما حدا بيقدر يفتع على حسابه بس أنا لبي جبل محسن ولا بيبي بتتباني لقوا فاتحين على حسابه ونخلصين مش نطرين حدا فاتحين على حسابه ونخلصين مش نطرين حدا ما حدا ما حدا لا بيبي بتتباني ولا بيجبل محسن ما سمح له يفتع حسابه إذا فيه انتخابات وفي دائرة انتخابية رح تقل لي أنه بسبب الحساسيات التي نجمت عن الأحداث واللي إن شاء الله تدريجا بتزول إن شاء الله والطرفين عم بيقولوا نحنا أهل ونحنا أخوة والمسألة أكبر من تحريد مذهب مقيت والضرب على الباب وهابط نحنا أهل ونحنا أخوة الضرب لأنه أكبر لأنه أكبر فات الجيش وانتشر حبيبي وقت اللي بيختلفه اتنين على أفضلية المرور بقول أنا حادث فردة بس وقت اللي بيكون فيه مخازن زخيرة عم تفتح أمام لعبطة النار على الناس فإذا فيه قرار سياسي وفيه أجلس مقابرة هي اللي عم تحرد الناس هذا اللي بدأو صلو وقت اللي الجيش تحصن بقرار سياسي وتواغل في عمق المنطقة طيان وقفت يا سيد سبير معركة تباني و جبل محسن هذه رقم تسعة بالمرحلة الأخيرة يا تسعة يا عشرة يا تسعة معركة يا عشر معركة من أربع سنين لليوم وكل مرة منقول نفس الحكي خطة عسكرية وإطلاق يد الجيش وانتشر الجيش وقعد بالنص بين تباني و جبل محسن وإذا بتمرق بتشوفه يعني الله يساعد هالجيش الله يعين الجيش ويعطيه ألف عافية الجيش بيرجع عند أول ضربة كف يسحبوا الغطاء عنه عم يسحب الغطاء عن الجيش إذا ربتو حصن بقرار سياسي ما فيها بتعمل شي هاي دي خرافة الضرب بيد من حديد بدون غطاء سياسي وبدون تحمل السياسيين مسؤوليتهم الجيش ينفذ قرار سياسي مش بياخد قرار سياسي لماذا ما عم يبقى الغطاء للجيش مين عم يرفعوا كل مرة يرجع سيدي اللي عم يرفعوا اللي مرتهن لأي طرف عم يسعى لتفجير سواء من اليمين أو من اليسار أنا بهمني بالآخر كإنسان المواطن المعتر بجبل محسن والمواطن المعتر بباب التباني اللي عم يتفعوا 8 صراعات صراعات الكبار اللي هنه مش كبار أبدا اللي بيفجر وبيقتل مش كبير تحديدا بهديك المنطقة اللي هي بحاجة بقدر ما هي بحاجة لأنماء لا اجتماع في بعض المنطات التلفزيونية وانتو منها يا استهزمالي بالنيو تيفي عملت كتير برامج مباشرة من طرابلس بتشوف ناس طيبين ناس قوادين ناس ما بدون إلا العيش بالرزق الحلال طيب هاو دي طيب عنا اليوم ستة وزراء مع رئيس الحكومة فرصة لطرابلس أنه تنعطى الحد الأدنى من حقها رئيس عمر كرامي الوزير الصفدي الوزير فايسال كرامي كلهم عم يحكوا بمطالب طرابلس بالآخر يعني صرنا بحاجة إلى مؤتمر على غرار ذاكة الذي عقد إيام اللي يرحمه الرئيس الحريب في السرايا من أجل طرابلس طيب هل طبعاً ما نفجر الوضع بين تبيني وجبل محسين بسبب بسبب عدم انعقاد مؤتمر أكيد لا بس بالآخر بدا شغل على الأرض البيئة الحاضر اللي تخضلت وحكيت عنها الأرض الخصوية ما بتعود موجودة لما يكون في ناس صحيح عندهم دواء وعم بلقوا شغل صحيح أرضية مؤاتية أو عيشة كريمة لأهالي المناطق المنكوبة بيخففن الويئة الحاضر هذه هذه اسمها حرب الضحايا على الضحايا بالإذن من صاحب الكتاب بهذا العنوان اللي هو صديقنا الرئيس الحاضر ماين ضحايا صحيح بدي أرجع على موضوع الانتخابات يجب إجراء الانتخابات في موعدها طبعا هذا الموضوع أثاره بالأمس أيضا البطريارك الراعي في رسالة الميلاد كان بالسابق رمى الحرم على قانون الستين رجع في مرحلة لاحقة يجب إجراء الانتخابات في موعدها بالأمس يجب تأمين قانون جديد وإجراء الانتخابات في موعدها بعد نلاحق والله أنا الحقيقة هالمواقف فيها شيء من التناقض أحيانا مشاهد بس من الآخر بلش من الآخر اليوم رئيس الجمهورية عبر عن مواقف وأشاد البطريارك الراعي بمواقف رئيس الجمهورية صحيح بفهم أنه يوافق رئيس الجمهورية على ما قاله سواء لجهة الحوار ولا علنا أو لجهة الموقف من إجراء الانتخابات بالمحصيلة رجال الدين لهم رأي رؤساء الطواقف لهم رأي بس بالآخر يعني مش شغلتهم لهم رأي يحترم ويجل بس مش هني اللي بينجوا قانون انتخاب مش شغلتهم يعني لا البطريارك ولا مفتي ولا حدثتين يعني بعض الفاصل الإعلاني قانون من الستين ماذا سينتج من طبقة سياسية ملف المخطفين اللبنانيين اللي اليوم تحدث عنه رئيس الجمهورية مطولا المخطفين اللبنانيين في سوريا في إعزاز موضوع الحدود اللبنانية السورية التوتر الذي تشهد هذه الحدود الحديث عن إقفال الحدود موضوع النازحين قدرة لبنان على استيعاب هذه الكمية من النازحين والوضع في سوريا مشاهدينا فاصل قصير ونعود عود إلى لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفها الصحفي والكاتب السياسي استيستمير منصور بجد ترحب فيك استيستمير شكرا في هذه الحلقة قانون 1960 للانتخابات الذي أتت الطبقة السياسية اليوم على أساسه هذا ما قاله رئيس الجمهورية اليوم أنه اليوم إذا قانون 60 سيئ هو اللي أنتج هذا المجلس مجلس عم يخاطب بعض من ينتقدون ويطالبون بتعطيل الانتخابات من رؤساء الكتل عم بيقوله قانون 60 عم بيقوله نادى اللي جايب كونه اللي وفعته على سنة 2008 اليوم ماذا يمكن أن يأتي بطبقة سياسية قانون 60 شوف مع قانون 60 أو ما غيره إذا إذا رؤساء الكتل النيابية أو رؤساء اللوايح أو الزعمات المحلية اللي هي بتشكل اللوايح ما ساهمت بالتغيير بيكون التغيير شوي صعب إذا المواطن اللي هو أساس ما ساهم بالتغيير من خلال اختيار ناس ما يكونوا سينياء مثل ما بيقولوا اللايحة فعلا باللوايح أي لايحة من اللوايح المحادل إذا بتحط أي قسم مجهول هلأ فيه نواب عند تكتلات كبيرة ما حدا بيعرفها فيه نواب عايشين خارج البلد فيه نواب فيه أحد نواب جزين بفتكر أنت قدو زملائه بالكتلة بمرق ترانزيت عبيروت إيه بقى هيدا مش زملائه قبل كتلة كل الناس تعرفين رئيس اللايحة مش نازل عماش لس نواب ولا مرة معقول معقول طيب هدي مسؤولية اللي اختاروا لازم يختاروا ناس من أهل الاختصاص من المصحفين من المتعلمين من اللي ببيضوا وجه لبنان برا سواء في قطاع الهندسة في قطاع الطب في قطاع الاتصالات في قطاع التكنولوجيا في لبنانيين ببيض الوجه عم بعمروا بلاد برا هاودي جيبون للتذكير فقط مرة قررنا نعمل تقرير عن النواب اللي ما بيجوا على لبنان فهذا النائب اللي حضرتك عم تحكي عنه كيف في صعوبة بأنه حدا يعرف صورة وجه أو صورته ما حدا بيعرفه كل الناس ما عم يحكي عن شخص محدد لا لا أنا عم بحكي عن شخص معي هلا نزال على ساحة النجمين هذا الشخص في الناس ما بتعرف بس عم بعطيك مثال هذا الشخص لأول كان فيه رموز لجأنا لأحد زملائه بالكتلة زميل ونايب حفيدلنا عن صورته تفضل تفضل هذا كيف بمثل الشعب كيف بمثل ما يسمى بالأمة يلي يلي يعني كلهم بيحكوا عن الأمة وكلهم خربوا لبيتها لها الأمة يلي 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 بيفخر أنه أنا أنه أنا مسيحي ما عندي ولصات مسلم شوالإنجاز ما أنت على حساب يا أخ زعيم وطني أو طرف تاني بيقلك أنا عندي أصوات منطقة مسلمين أو عيب عيب نايب وخاصة اللي بيقدم نفسه بين مزدوجين كبار زعيم وطني ما فيه زعيم الوطني بتجاوز حدود طيفته حدود منطقته 1960 لن يغير شيء في طبقة سياسية ما لم تتغير العقول والطاعات صح اللي قلته مع الستين أو ما غيره إذا ما في نية جدية عند حتى ما نزلوا من الناس عند الناس أولا ورؤساء الكتل أولا وثانيا تغيير صعب تغيير صعب اليوم أيضا في كلام رئيس الجمهورية كان هناك حيز كبير لملف المخطوفين هو فخامة الرئيس استغرب الإبقاء على هذا الملف رفض بشكل قاطع موضوع مهاجمة المصالح التركية أو أي مصالح أخرى ولكن في المقابل كمان طالب الكل بتفعيل عمله وبزيادة عمله لإلاء هذا الملف الخاطف تركية ما بفيد هذا الناس اللي نخطفه ناس بسطة ناس طيبين ناس رايحين يقوموا بالزيارة نتيجة طبعة دينة ما بجوز الطرف اللي فتع حسابه أنه يستمر باحتجازهم وحتى سأل فخامة الرئيس أنه شو مستفيد هذا الخاطف من إبقاءه هلأ صرنا بآخر ستبقى عملية ابتزاز لا أكتر ولا أقل وبتفوت فيها مئة قصة وقت اللي يكون فيه عنده الجانب التركي سجين أو أو موقوف سياسي بمكان ما ويشتر إطلاقه قبل يعني هؤذي الناس راحوا ضحية ضحية التجاذبات والمصالح اللي أكبر منهم ومسألتهم بسي التكتير بس اليوم فحمة الرئيس اليوم أول مرة بهذا الشكل الواضح بيحكي عن الموضوع لماذا إذا بدنا ناخده من منحة إيجابي ومن منحة سلبي هلأ تركيا بيمون هي بيمون بس ما بش هيك ما بخطفو تيمون اليوم بروح وزير خارجية على تركيا ما بيترك إلا ما يرجع بنتيجة ليش لا يحكي رئيس الجمهورية اليوم بهذا الموضوع لأنه رئيس الجمهورية على طريق الأصل الجمهورية في اعتصام رئيس الجمهورية على طريقه ورئيس الجمهورية أصلا كان مهتم بالموضوع قبل ما يكونوا في نية للاعتصام على طريق القصر الجمهورية ورئيس الجمهورية بالنهاية مسؤول عن الناس هو مثله مثل وزير خارجية مثل مثل رئيس الحكومة مثل كل نايم مثل كل وزير مسؤول في وزير خارجي يروح على تركيا ويقول له أنه لا أرجع معي اللبنانيين محررين معززين مكرمين من هذا المطلق كان كلام رئيس الجمهورية جمهورين متحمس أكثر من كل الناس لإطلاق صراحة اللبنانيين وهذا أمر طبيعي وبعدين اللبنانيين المختلفين على كل شي اتقاطعوا بدءا من رئيس الحكومة السابق رئيس سعد الحريري ونواب من كتبتوا عقاب صخر وغيره بين التمانية قدر وضعوا إمكاناتهم على كل واحد على قده لإطلاق صراحة اللبنانيين فهذا ليس من نقطة خلاف هذه نقطة تقاطع تفاهم سياسي بمحل من المراحل لرفين يقدروا يضغطوا على تركيا ليس بس تقاطعوا تفاهم لأنه يوم اللي أعلن أنه سيفرج عن اللبنانيين ووضع الرئيس الحريري طائرته بتصرفهم يومها لنقلهم شفت كيف ينحل نجاوز سياسي رأسا على عقب التحرك بالضاحي وعلى طريق المطار كانوا عميها يدفو للسيد حسن وللرئيس الحريري سوا إن شاء الله نوصل لوقت يصير فيه تفاهم ويترجم ارتياح على المستوى الشعبي وهذا المطلوب بالأخير وهذا شيء يريد أن يدينا مرة جديدة لحكي عن طاولة الحوار طاولة الحوار بمجرد معقادة تعكس جو ارتياح عند الناس متريح الجو الضاغط اللي عم تعيشون الناس بالنسبة للمخطفين يجب على وزير الخارجية أنا أقولها بدأ لا أقل من وزير خارجي مدير الأمن العام عم بتابع الموضوع وقال لعيس جمهورية قال اليوم أن الملف بيد الأمن العام ومدير الأمن العام يتحرك في هذا المطار يتحرك بكفاءة عالية في هذا الملف ولكن بالأخر غطاء السياسي يعطي زخم لهذه المهمة على كل حال سنعاود الحديث عن هذا الموضوع وتحديدا من أمام القصر الجمهوري في بعبد حيث زميلتي نوال بري ستوفينا برسالة للتحضيرات أو بالأحرى لوصول الأهالي إلى تلك النقطة حيث من المقرر أن يتصموا على طريق القصر الجمهوري استنكارا لاستمرار توقيف أبنائهم بس إلى حين تأمين الاتصال مع نوال بري بدي كمين أبحث بملف النزحين السوريين في لبنان كم بعد يستوعب لبنان نازحين قادر يتحمل اقتصاديا واجتماعيا هذا هذا النزوح شوف في كسافة من الأساس في كثير سوريين في لبنان سواء من من أصحاب المصالح اللي إجروا أيام التأميم وعملوا مصانع في لبنان أو من العمال اللي بيشتغلوا بورش البناء وفي المباني السكنية اليوم تزايد تزايد أعداد هؤلاء الناس صار اللي عنده مجال يجيب خيه أو يجيب أهله وهذا الشغلة طبيعة الحال مؤقتة اللبنان اللي قرر النقي بنفسه عن الانزلاق إلى المستنقع وحمام الدم السوري والصراع الدمي في سوريا هذا عملية نقي بالنفس يفترض أن تكون على خطان نحن كلبنانيين ما لازم ندخل لا دعما للنظام السوري ولا دعما لحدة تاني أما فيما يتعلق بالنازحين اللي هن فيهم المؤيد للنظام وفيهم المعارض للنظام هذا الواجب أخلاقي ووطني وإنساني وقومي أنك تساعدهم أما الكلام العنصري المرفوض جملة وتفصيلا عيب هذا الكلام اللي عم نسمعه من بعض الناس اللي بيتصرفوا بشكل فوقي بشكل عنصري شي معيب سواء تعلق الأمر بالنازح السوري أو بالنازح الفلسطيني هذا الكلام مرفوض ومعيب وأقل ما يقال فيه أنه معيب طبعا لبنان ما عنده طاقة على التحمل مثل ما تقدر تتحمل دول أكبر سواء على مستوى الإمكانات أو على مستوى المساحة سيدا ما بيعني أنه يجي أحدهم يقول طردوا يعني بعد شوية رح يقلك إذا في مريض من المستشفى طردوا هذا ما قاله الوزير جبران باسيل شي معيب شي معيب حقيقة ما بعرف من قاله بس شي معيب ووزير جبران باسيل تحدث عن الموضوع على كل حال بالأمس رجع وضح الصورة قال أنه إذا الواحد حب اللبناني أكتر من السوري والفلسطيني عايب لا مش عايب أبدا حب الكل لا بس اللي عم قوله يا أستاذ مالك اليوم في شغلة إنسانية طيب اللبنانيين اللي نزحوا عصورية بسنة الألفان وستة خلال العدوان الإسرائيلي الوحشي واللي فتحت إلهم لبيوت والمدارس والمؤسسات الرسمية هل هكذا يكافأ المواطن السوري اليوم بأنه نجي نطالب بترده أو اليوم منقله يا خيالات فينا السادة أما عندما يتحول هذا النازح إلى مسلح أو إلى مشروع مخيم أو إلى متدخل في الشرق اللبناني حديث أخر يا أسي السمير اليوم نحن شو عم نأمن لهم للنازحين نحن عم نأمن لهم بالضيع وبالمناطق فيه أكتر ما بتتصور ناس وعايشين وناس عم تشتغل نحن فينا على أدنى كدولة كمحسسات أنا بدي أسأل كدولة بس أنه في حدود معينة لأنه على الصعيد العام صارت الغرفة اللي بالا تهويئة واللي تحت الأرض واللي غير صالحة لمطلق كائن بشري أنه يعيش فيها عم تتأجر بأربعمائة وخمسمائة دولة عايب عايب ما بيصير حقك تأخذ أجر أوضة بس ما تستغل جو معين وجو في ناس عم تقدمهم في ناس عم تقدمهم في ناس عم تقدمهم الدولة عم تقدم على قد مفيت أنا بقول اللي حكوا عن هذا الموضوع لما يقولوا أنه لبنان قدرته على التحمل المحدودة معنى حق 100% لازم يصير فيه تقنين للمسألة بالقليلة على المستوى الأمن أنه لما يفوت لعندك شخص نازح من سوريا تعرف مين هو وين ساكن هذا أبسط حقوقها أبسط الحقوق ولكن كل الواقع ما بيلغي أنه نحن سواء بيدواء أو بحرام أو بأي شي فينا نساعد هالناس هذا واجب إنساني وإخلاق الوطني لماذا نشوف مساعدات دولية للبنان لدعم الناس حين كيف لماذا نشوف مساعدات دولية للبنان لدعم الناس حين كل فترة نسمع مساعدات من دولة أوروبية للأردن لمخيم لمخيمات لأردن منظر من جرائد أنه في مساعدات عم تجي إلى النازحين من بعض البلدان العربية وفي حركة من بعض المؤسسات الاممية الامم المتحدة والأوروبية المجموعة الأوروبية لا في حركة بس هاي دي كلها تبقى دون المطلوب المواطن السوري اليوم أو الفلسطيني إذا بتخيره بين بيته وبين يقعد بقتل خمس نجوم بالتأكيد بيختار بيته بس وقف قتل القتل في يعني أبواب جهنم عم تنهار على الناس المواطن مش مش طموحوا أبدا أن يكون خارج بيته بدل بالدقتين أو ثلاثة اللي فاضلين معنا بهذه الحلقة بدي أحكي عن الوضع في سوريا سوريا إلى أين صارنا سنتانا سوريا عاجلا أم آجلا إلى حل سياسي الحل الأمني ثبت وبالوجه الشرعي وبالممارسات اليومية أنه لن يؤدي إلى أي مكان تماما كما قال فاروق الشرع معه حق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع لما قال الحل يجب أن يكون سياسيا هذه مدرسة بالعالم يا سيدي السياسي بتجيب الأمن وتجيب الاقتصاد الأمن ما بفيد ما فيك تبيد شعب يقول عمران الزعبي وزير الإعلام السوري بعيد حديث فاروق الشرع بأن فاروق الشرع هو شخص من 23 ألف شوف أنا 23 مليون أنت وأنا وكل مواطن لما إروا كلام الشرع كلنا منعرف الواقع السوري ما كان ممكن أنه الشرع يدلي بكلام بهذا الحجم لو لم يكن مطلوب منه أو موح فيه ستحضر بعد طول غياب وتغييب ويقول هذا الكلام بعدين بيطلع بيطلع وزير الإعلام بيرد على نائب الرئيس بيقوله عم بيقول متلك مثل أي مواطن سوري كلامك لقيمة له ستتبع الأمر بكلام للوزير ذاته أنه ما معه خبر أنه الأخضر الإبراهيم يجاي على الشامب بعد ثلاث ساعات تعبير عن موقف سياسي في استخفاف بحركة الإبراهيم يمكن الإعلام السوري عبر عن ذلك من خلال تجاهل الحكي عن الإبراهيم وكذلك الأمر بالنسبة لتعاطي مع زيارته للسورية بشكل عام تغير الجو إلى حد ما بعد اللقاء اللي صار للموفد الأخضر الإبراهيم مع الرئيس بشار الأسد كان فيه بيان رسمية كأنه يعني إذا بدك اعتراف بهذه المهمة كان حامل طرح كان حامل طرح الأخضر الإبراهيمي أكيد أكيد حامل طرح يعني سوريا ذهب إلى حل سياسي سوريا خضرها بالنهاية الزهاب إلى حل سياسي على حساب مين بده يكون الحل سياسي على حساب الدماء والناس المعطرين اللي ماتوا واللي عم بيموتوا واللي بيوتوا نزلت على روسهم سوريا إن شاء الله بنتهي بتخرج من هالأزمة اليوم قبل بكرة أنا من جماعة النائب النفس ما يريده المواطن السوري هو اللي لازم يصير بالآخر سواء كان موالي لنظام أو كان موالي لمعارضة أما أما الخروج من الأزمة هو حتمة ما في ما في يعني يعني منذكر الإخواننا بسوريا أي أن يكون موقف سياسي ما في أزمة بالعالم طالت إلى مالة نهية فحي لابد لهذا الليل من آخر لابد لهذه الأزمة من نهية لازم كلهم يدفعوا في اتجاه الخروج من الأزمة متجاهلين مواقع متجاهلين كراسة أمام استمرار الدماء ما لا قيمة لشيء لا في سوريا ولا في غير سوريا عنا تجربة في لبنان مرة بعدنا لليوم بعد 35 سنة على حرب الجبل عم نحكي بإخلاقات وبيضايا وكلنا بقعة هالأد ومحافظة حمص أو محافظة حلب أكبر مننا أد لبنان صحيح فإن شاء الله يكون نهاية هذا الليل عند إخواننا بسوريا في أقرب وقت لأن المنطقة كلها بترتاح ونحن أول المعنيين بتهدد الأوضاع في سوريا على أمل ذلك ختام هذه الحلقة سيستامير مجددا إلى محيط قصر بعبدة وزميلة نوال بري الموجودة هناك لمواكبة اعتصام أهالي المخطفين اللبنانيين في سوريا نوال نعم صباح الخير مالك إذن كما ذكرت فإنه من المتوقع أن يبدأ الاعتصام عند حوالي الثانية عشر ظهرا يعني من أهالي المخطفين اللبنانيين في سوريا ويأتي هذا الاعتصام طبعا بعد سلفلة احتجاجات قام بها الأهالي تنديدا بعدم قيام الحكومة اللبنانية والدولة بأكملها بواجبها أو القيام بأي تحرك جدي في هذه المسألة إذ أنه سبعة أشهر مرت وحتى الساعة لم تصل أي من المفاوضات أو أي من حتى الاعتصامات إلى نتيجة الآن نحن أمام الطريق المؤدي إلى قصر بعبد المالك يعني لواء الحرس الجمهوري منتشر بكسافة هنا حتى من أتصراد المؤدي إلى الحزمية أيضا بدأت التجتدات الأمنية في استقبال المعتصمين مكافحة الشغب التابعة للواء أيضا تنسلت على الطرقات حتى أن بعض الطرقات يعني قطعت يمكن القول بطريقة يعني قطعت يمكن القول إذن في انتظار وصول المعتصمين من أعزاء نعم نوال كنت بدي أسألك عن البقعة الجغرافية اللي رح يتواجد فيها المعتصمون يعني وين رح يقف وين رح يكون موأع الاعتصامات دا بعيد عن الأصر هل في مساحة معينة خصصة لألون أم أنه لم يحددوا البقعة الجغرافية اللي رح يقفوا فيها بالفعل مالك يعني البقعة الجغرافية حددت حتى أنها بالقرب من أبو خليل السوبرماركت أبو خليل وهي يعني حتى أن اللواء الحرس الجمهوري يمكن القول أنه حدد نعم حدد لهم يعني هي بالقرب من الصياد وحتى أنها بعيدة يمكن القول عن قصر بعبدها لأنهم لن يتمكنوا حتى من الوصول إلى نقطة قريبة منه ولكن هنا نود أن نذكر مالك بأن رئيس الجمهورية كان في بكيركي ومن المفترض طبعا أن يمر موكبه من هذه الطريق ولكن لا نعرف إذا كان سيمر نظرا للاعتصام الذي سيتم طبعا نحن ريثما يصل الأهالي سنكون معكم مباشرة نوافيكم بالتطورات هنا على ما أعتقد أن الاعتصام خلال الدقائق المقبلة كان المقرر أن يكون ساعة 12 عشبعد وعلم موعده نعم وسط الإجراءات الأمنية المكثفة جدا مالك شكرا جزيلا لأيك نوال بري من محيط القصر الجمهوري في بعبدا سنعود إليك فور ورود أي جديد في هذا الإطار السيد سامير منصور أنا بدأت شكر حضورك معنا في هذه الحلقة أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز دائما في هذا البرنامج وهذه المحطة وعلى أمل اللقاء القريب بك في حلقات مقبلة لمزيد من القراءة في الأعداث والتطورات الإنجانية ومجددا ميلاد مجيد مشاهدين تحية ميلادية خاصة في هذا النهار نهار عيد الميلاد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر